هاي صبايا أنا سارة اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع سألته الصراحة من أول ما فتحت القناة فعليا وحرفيا ولا أزال يطرح عليه من قبل الكثير من هذا الصبايا كان في تردد في البداية أني أعمل الفيديو وما أعمل لكن بالنهاية قرأت عن هذا الموضوع أكتر وفهمته أكتر وحبيت اطرح لكم بالفكرة والطريقة يلي أنا بعرفها وقرأت عنها اليوم عزيزاتي أنا هعلمكم طريقة جدا بسيطة لها أقلكم لمون وعسل وزبادي وملح وكمون لأن نحن ممكن نلاقي نتيجة على هاي المنكونات لكن هل ممكن نستمر فيها طول الحياة أو ممكن لما تكوني على الطبيعة تقولي تذكري أنه بدك تنطفي الحمام ويتوسخ الحمام عندك أو تتكاسل تحطي هيك مواد على جسمك وتستسلمي بعدين وترضي باللون الغامق تحت الأبط لا اليوم أنا بهذا الفيديو رح أعلمكم طريقة جدا جدا وجدا سهلة جدا أول الشي عزيزاتي أبحي بذكركم أنه أكتر البنات يلي عندي ببرامج نيومي وصدقوني ما عم بعمل دعاية لكن أنا عم بطرح فكرة العلاقة بهذا الموضوع اللي هي بناتي فعليا وحرفيا يلي دربوا على برامجي استفادت بشرتهم 180 درجة يعني يقلوا لي سارق البشرة لونها صار غير طبعا من التمارين اللي بقدمها التمارين الهيت والكارديو والطريقة اللي بقدمها فيهم بساعد على تحفيز هرمون النمو وهرمون النمو بساعد على تحفيز الكوليجين وطبعا الدورة الدموية لما بتتحرك بالجسم وبتزيد سرعتها مو متلما بتكون سابتة وراك دي طول الوقت أنت قاعدة هيك والدورة الدموية قاعدة معي عم تمشي بطق فبيصير عندك دوالي بصير عندك سوات تحت العيوم بصير عندك جفاف بالبشرة بصير في عندك نجاعد على بكير التمارين اللي عم قدمها عم تجيب نتيجة سوبر رائعة وفيكن تشوفوا برامج رياضية مجانية حسب شكل جسمي وكمان فيكن تطلعوا على الاشتراكات بباقات نيومي المدفوعة على صفحتي www.sareapowfit.com أول شي عزيزاتي خليني بس وضح فكرة جدا مهمة كونك انك انت ثمرة أو لون بشرتك غامقة هذا لا يعني انه لون تحت القبض يكون لونه أغمأ من بشرتك لا أبدا أو كونك انت بيضة هذا لا يعني انه لون منطقة تحت القبض تكون عندك فاتحة بلون بشرتك شوفوا ما قلت أفتح من بشرتك فاتحة بلون بشرتك فممكن تشوفي بنت بيضة تكون عند منطقة تحت القبض لونه أغمأ فعاطي على هيك مثل يعني شوية فضادي خلينا نقول موسوات شوية فضادي بالرغم انه هي بشرتة بيضة أو ممكن تشوفي بنت سمرة برونزية سبحان الله لونه برونز من عند رب العالمين كتير حلو ولكن عنده منطقة تحت القبض بيضة فهذا الشيء عزيزاتي حسب ما قريت انه هو أولاً له علاقة بالعناية الشخصية والنظافة ثانياً حسب غزارة ولون الشعر تحت هاي المنطقة فأولاً شيء خلينا نعرف عزيزاتي انه اللون الغامق سواء لا منطقة تحت القبض أو المنطقة الحساسة بيكون سببها الالتهابات فكلما زادت الالتهابات بهاي المنطقة تحت الجلد مو بتحسي انه فيه التهابات لكن هذا اللون الغامق بحد ذاته يلي بيصير بالبشرة هو عبارة عن التهابات وبيسبب سماكة للجلد فهاي الالتهابات بتكون نتيجة بشكل عام الرطوبة يعني كيف يعني مثلاً ممكن لما تعملي رياضة وتعرقي ويضل عرقك وينشف على جسمك فهذا بيسبب لك غمائية للون بالقيام أو مثلاً ممكن تتحممي وتتركي المنطقة الحساسة مرتبة وماتناش فيها منيح فهذا كمان بيسبب لك غمائية لهاي المنطقة بالقيام فلازم دائماً عرقتي من هون تغضي شور مي ما عم بقلك تروحي تحطي صابون وشامبويات جسم طول اليوم وطول الليل لا مرة باليوم ممكن تحممي جسمك بالصابون أو مرتين بالاسبوع أو ثلاث مرات بالاسبوع لكن أنا بدي إياكي تحممي جسمك تغسليه بالمي وتنشفيه منيح وبعدين ترطبيه لحتى تحافظي على نعومته ولونه الموحد تذكروا دائماً اللون الموحد هو سره الترطيب الصحيح فالشغلة الأولى أنه نحن فعلاً نجفف هاي المنطقة سواء أنا عملنا تمارين عرقنا من تحت القبط عرقنا من المنطقة الحساسة من نغسله بالمي من نشفه منيح من رطبه والشغلة الأساسية هي اللي حتزيد بياض اللون لهاي المنطقة تتخلي لدرجة أنه يصير أفتح من لون وشك يعني لما تعملي هيك تلاقي هاي المنطقة أفتح من وجهك ترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب أوكي مرتب لهاي المنطقة لأني إذا ما حطيتي مرتب حيثي في عندي خشونة بهالمنطقة ونحن هذا الشي ما بدنايا واضحات الرؤية سواء عنا ثلاث أمور حالياً النظافة الشخصية تجفيف ومنع الرطوبة بهدول المناطق ثالث شي طريقة إزالة الشعر بهاي المنطقة جداً مهم رابع الشي عزيزاتي واللي هخبركن عليه هو الشي كانوا أمهاتنا يستعملوننا يا نحن بيبي بودرة الأطفال بودرة الأطفال استخدميها واعتمديها طول عمرك وحياتك اعتمديها بديل عن الديودوران وشوفي النتائج السحرية الرهيبة هدول معلومات تهب 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 فعلياً وحرفياً بودرة الأطفال ولا أرواع لحتى أنه تساعدك على الحصول اللون الجميل تحت الأبط لكن بشرط أنه مو تستخدميها اليوم وتروحي تنامي أسبوع لا عتمدية على القليلة مرتين بالأسبوع بودرة الأطفال جداً رائعة لحتى تساعدك على أعطاء مو بس اللون الحلو لكن بتحسي أنه مع الأيام بيصير فيه نعومة بهاي المنطقة حسناً عزيزاتي هذا كان كل شي لليوم إذا أعجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناة إذا كنت مشاهدة جديدة أحبكم كثيراً أراكم بعدين باي